بالفعل الجميع بدأ يحبس أنفاسه استعداداً للنهائيات كأس العالم بالفعل كلنا عارفين أن العد التنازولي بدأ نهاردة عندنا مباراة مهمة جداً دخلنا خلاص المربع الذهبي النهاردة في آخر مباريات الدور أو في أول مباريات الدور قبل النهائي في كأس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين حيكون في مباراة النهاردة الساعة التسعة مساء بتوقيت القاهرة ما بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الكرواتي كل واحد فيهم حيحاول يحجز مقعد الفائز بطبيعة الحال حيلعب معه الفائز ما بين المغرب وفرنسا وكل واحد فيهم يعني بيحشد أماله بشكل قوي جداً ميسي بيستعد بشكل قوي جداً كرواتيا ربما شفنا عملت ايه في المباريات اللي فاتت اللي عبت بشكل قوي جداً مع البرازيل وقدرت تخرج منتخب البرازيل كرواتيا زي ما المغرب بنقول أنه هي كانت مفاجئة كأس العالم كرواتيا أيضاً كانت مفاجئة كأس العالم هل يستطيع المنتخب الكرواتي أنه هو يقصي ميسي ورفاقه من المنديال أسئلة كتير جداً هتواجه بها للنقض الرياضي إسلام محمد اللي مشارفة النهاردة في سوديو صباح الخير عليك صباح الخير عليك صباح لكل إسلام نورنا برحب بيكم وفخور أن أنا موجود معاكم في القناة الأولى وفي البرنامج الأشهر في الوطن العرب صباح الخير يا مصر إن شاء الله نقدم كده وقبة كروية ده سمع صباح المنديال عليكم صباح الفلاح ولي بقى توقعاتك إيه لكرواتيا والأرجنتين شايف إن الأرجنتين ممكن تصل للمرة السادة النهائي وم كرواتيا تواصل يعني مفاجآتها خلال كسر العالم ده وإحنا شايفين إنه ما فيش كتالوج من البداية فيه مفاجآت مستمرة لحد آخر مطش مفاجآت مستمرة للناس كلها صحيح بصي بالفعل زي ما أنت ما قلت نسخة المفاجآت يعني شفنا البداية مع منتخب السعودية أمام المنتخب الأرجنتيني عايز أقولك إن المنتخب السعودي يعني زلل كل الفوارق يعني ما بقناش خلاص نشوف فوارق ما بين منتخبات أوروبا ومنتخبات أسيا حتى المنتخبات الأفريقية فتح الباب للإحلم حشك كبير فتح الباب وفتح الطموح عند كل المنتخبات يعني شفنا فرنسا أمام تونس شفنا يعني شفنا تونس كسر الهيبة زي ما بيقول كسر الهيبة بتاعتك طبعا طبعا شفنا تونس بيكسب المنتخب الفرنسي بطل العالم شفنا الأرجنتين بتكسب المنتخب شفنا السعودية بتكسب المنتخب الأرجنتيني خلاص ما بقاش فيه فوارق ما بين كل المنتخبات يعني طب قبل بندخل على التفاصيل يا إسلام شايف إنه المنتخبات العربية في هذه النسخة تحديدا من كسر العالم تتحدث عن نفسها بشكل مختلف أسباب ده إيه؟ صحيح بصي المنتخبات العربية جمعها يعني باستثناء طبعا قطر الدولة المستضيفة اللي بقالها حوالي 12 سنة تقريبا بيعدوا منتخب ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل شفنا تنظيم مبهر يعني شفنا حاجة على أعلى مستوى طليق بالعرب آه طبعا طليق بالعرب واحنا قادرين يعني ما فيش فرق ما بين أوروبا وبين العرب يعني احنا شفنا نسخة منجيل قطر عشرين وعشرين ما فيش أي مشكلة الملاعب كلها ممتلئة كل حاجة متاحة هناك يعني زميلنا موجودين هناك في قطر الحقيقة اشهادات كبيرة جدا بالتنظيم آه طبعا في كل حاجة مصطفى يعني خليني أقولك إن هي بالفعل نسخة استثنائية ما بقاش فيه فوارق ما بين المنتخبات زي ما قلتلك يعني الأول كانت منتخبات أسيا أو منتخبات أفريقيا بتلعب منتخبات أوروبا كنا بنقول تمانين عشرين للمنتخبات الأوروبية دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده بنشوف المباراة إكوال 50-50 شفنا زي ما قلتلك المنتخب التونسي بيفوز على منتخب فرنسا حتى ولو إن المنتخب الفرنسي كان بيلعب بالصف الثالث أو الصف الرابع لأنه خلاص هو كان متاهد يعني أنت عايز تقولي إن النهائي فعلا فعلا ممكن يبقى من كرواتيا والمغرب وتبقى دي مفاجئة الدنيا كلها طبعا طبعا مفيش يعني بص إحنا لو جينا اتكلمنا لو جينا اتكلمنا قبل المونديال استحالة استحالة كنا كرواتيا والمغرب إيه أنت بتهزر لأ 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 عندك البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإنجلتا صحيح احنا مصدفة بص في البداية لو جينا اتكلمنا قبل المونديال كنا هنقول هنلاقي في المربع الزهب البرازيل أزبانيا ألمانيا ألمانيا اللي هي مثلا آه طبعا ألمانيا اليابان غلبت ألمانيا اللي اليابان كذبتها وكذبت أزبانيا خلي بالك المنتخب الأزباني كان ممكن يطلع من الدور الأول لو كانت كوستاريكا قدرت إنها تفوزها عن منتخب الألماني يعني اللي خلى إن المنتخب الأزباني يستمر في البطولة حتى أطاح به المنتخب المغربي هو المنتخب الألماني اللي خرج من الدور الأول اللي كان مفاجأة بالنسبة لي نحن ككل في مصر وفي العالم تقريبا أن منتخب بحجم المنتخب الألماني بالسكواد الكبير اللي معاه ده هو يوضع بطول الكأس العالم فيه منتخبات ودول تانية اشتغل بطريقة نظامية واحترافية صنعت معجزات في هذا أنا حزيني هدير على المنتخب الياباني تحديدا المنتخب الياباني تحديدا عمل كل حاجة في الكورة يعني شفنا كمان المنتخب الكرواتي بيقدر يفوز على المنتخب الياباني برقلات الترجية منتخب كرواتي جاي من تحت محدش حسس به خالص يا مصر يعني شفناه كده طالع محدش حسس به خالص زي ما كان المنتخب الهولندي طالع محدش أيضا حسس به ولكن ما قدرش يكمل المنتخب الهولندي لأن يصطدم بمنتخب قوي جدا يمتلك عناصر مميزة جدا هنيجي للمنتخب طبعا الفرنسي ولكن اللي أنا عايز أقوله لك اللي أنا عايز أقوله لك إن هي نسخة بالفعل استثنائية غريبة بكل ما فيها غريبة جدا من بدايتها حتى اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها دي حتى مباراة نصف النهائي يعني مين كان يقول إن المغرب المغرب من ضمن الأربع منتخبات اللي هكوم في نصف النهائي أول منتخب عربي وأفريقي يصل نصف النهائي بالفعل بالفعل زي ما أنت ما قلت ويا رب يصل النهائي نتمناها طبعا الفوارق كلها تزللت كلما يعني كلما تعدي دور كلما التموح سقف التموح بيع العم ولكن أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا نتمنى نتمنى إن محدش يركز مع المنتخب المغربي ويسيبه مكمل زي ما هو مكمل يعني شايفين دلوقتي المنتخب الجميع يتحدث عن المنتخب المغربي بالفعل بالفعل المنتخب المغربي هو الأقوى في هذه المسخة من جوز العالم صحيح وعايز أقولك إن يوسف بونو يعني الحديث يعني العالم كله بيتحدث عن بونو والعروض اللي بدأت تقدم لبونو فمين مش بيتكلم عن المغربي اللعب يوسف النسيري عايز أقولك لعب إشبيليا الأسباني اللي بالمناسبة هو خلاص هو هيجدد عقده مع نادي إشبيليا عامل حقيقة يعني كأس علم مونديال استثنائي هو مسجل هدفين ومرشح برضو خلي بالك إنه هو ياخد من ضمن أفضل اللاعبين اللي موجودين في المونديال أقوى تفاعة زي ما حضرتك قلت تخيل أنت منتخب عربي إحنا برضو لازم نجي المنتخب المغربي حقه بغض النظر عن التصراحات اللي طلعت من وليد الركراكي إن المغرب بتمثل المغرب فقط لأ هي المغرب بتمثل العرب وبتمثل الأفرق وبتمثل دول الشرق الأوسط وبتمثل كمال الدول المظلومة يعني هو لا بش وقت الالتفاة لديه التصريحات بطول التأكيد مع حالة الحب اللي احنا شفناها من كل مواطن عربي وأفريقي لدولة المغرب بالشخي إحنا ده وقت إن إحنا نلتف مع المغرب نشجع المغرب بكل حب بكل تأكيد أنا عايز أقولك إن بجد كل أمانة والله أنا نزلت الشارع تعمدت إن أنا نزل الشارع خلال مباراة منتخب المغرب تحديدا عايز أقولك المصطفى كإني منتخب مصراء اللي بيلعب بكل تأكيد مش منتخب المغرب خالص مأديين بالفعل موسم استثنائي نسخة استثنائية في كأس العالم مشوفناش حد من اتحاد الكورة تلع تلع للأسف للأسف عندنا مشكلة كبيرة جدا إن لما المنتخب المصري بيروح كأس الأمم الأفريقية بيصعد بيصعد بس بيتأهل كله بيطلع بينسب الفاضل ليه نتمنى إن إحنا نستفيد من ده خلينا نحلل بقى المباراة تكتكان وكروان نقاط قوة المنتخب الكرواتي إيه اللي ممكن يراهن بيها قدام ميسيا ورفاقه لوكا مودريتش الحقيقة منتخب الكرواتي يمتلك وسط ملعب على أعلى مستوى بالإضافة إلى حرص المرمى اللي عايز أقولك على مستوى علي جدا جدا وصنعة الفارق شفنا صنعة الفارق حارس المرمى تحديدا قدام المنتخب الياباني وشفناه في مباراة أيضا البرازيل قدر أنه يصنع الفارق حارس المرمى هناك صور موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي طاريخ اللقاءات ما بين ميسيا وما بين مودريتش وهم صغار صحيح الحقيقة لوكا مودريتش دايما بيصنع الفارق يعني شوف اللاعب كلما بيكبر كلما بيحلو زي ما بنقول لوكا مودريتش لمساته مبدعة ممكن يصنع لك الفارق في أي وقتها مصطفى لو ما سجلش يقدر يصنع لك هدف خط وسط المنتخب الكرواتي هو قوة قوته بنسبة 85% بالإضافة طبعا إلى حارس المرمى العملاق اللي دايما بيصنع الفارق للمنتخب الكرواتي الحقيق ميسي ورفاقه الرفاقه حقيرون ميسي حمي تكلم فينه ده يعني يمكن يكون آخر منجلي حقيقي يعني خلاص أنا بقولش المنتخب الأرجنتين أنا بقول ميسي بيحلم بصرحة بص هو بيحلم وعايز أقولك إحنا شعب عاطفي إحنا بنيحلم معه يعني إحنا زي ما بنتكلم عن المغرب طبعا وزي ما إحنا برضو إحنا حيرانين في المطول يعني إحنا كل الناس بتعشق كريستياني رونالدو لكن جينا عند المغرب حب كريستياني رونالدو كده يجي على جنب وبهين طبعا بنشجع المغرب عايزين أتعاطف مع دموه كريستياني رونالدو لكن ما نقدرش ومنشجعش غير المغرب طبعا بص ده طبيعي خاصة خاصة أني أنت تخيلي أن المغرب المغرب بيفوز على البرتغال وبيفوز على أسبانيا يعني إيه أنتوا بتعملوا إيه ده إيه أنتوا في إيه إيه يا جماعة أنا في حلم ولا في علم إيه الحلاوة دي تخيل لما منتخب عربي تخيل لما منتخب عربي بيصعد أول مجموعته يعني بص يعني أنا عايز أقول لك أنا مهما وصف لك الموقف نفسه هو موقف كبير جدا جدا وإشادة كبيرة يستحق الجيل ده اللي موجود في المنتخب المغربي إن هم يتعمل لهم تمثيل أنا بس عايز أقول لك حاجة مهمة جدا جدا نتوقف بالك إن إحنا من أول حوار عايزين نخش في كرواتي وأرجنتين بس نتكلم عن المغرب بس غاز بن عنين مش عارفين مش عارفين دي حاجة غاز بن عنين المغرب ضمن 25 مليون 25 مليون دولار حتى الآن هنيجي بقى الكرواتيا زي ما قلت لك مباراة كرواتيا والأرجنتين مباراة كبيرة جدا 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 المنتخب الأرجنتيني طبعا وطموحات بقى الطانجو الأرجنتيني وميسي تحديدا بيحلم أكيد وكل الأرجنتينيين بيحلموا معاه إنه هو حتى ينهي مشواره ببطولة كأس عالم بطولة مباراة وتقلقه في التدريبات ما بتقولش إنه حيوصل عامل حالة كبيرة جدا خلي بالك ومركزين جدا يا مفافا مركزين جدا بشكل كبير لأن الأرجنتين جاي يعني معظم المنتخبات وركز في الجملة دي معظم المنتخبات اللي بتخسر في بضاية مشوارها قد تطوق بالبطولة في النهاية يعني شفنا في النسخ مطار طير وارتفع إلا كمطار أطعب شفنا في النسخ السابقة بعض المنتخبات الكبيرة جدا تعصرت في أول لقاء في اللقاء اللي افتتاحي وقدرت إنها تحرز اللقب وكان أبرز مثال منتخب مثلا أسبانيا ومنتخب فرنسا فعايز أقولك إن هي نسخة نسخة مميزة جدا المنتخب الأرجنتيني بيحلم طبعا إحنا عاطفيين ولكن إحنا بنتمنى طبعا إن المغرب تصل للنهاية وتاخد اللقب ولكن مباراها تكون صعبة كرواتي أقصت البرازيل مش بعيد أبدا 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 إن هي تقصي أيضا لأرجنتين ولكن ميسي وارفاكو توقعك إيه؟ ولو إن التوقعات أنا شايف أن ده سؤال صعب أصلا بصي تتكسر عالم للتوقعات صعب بصي أتوقع أتوقع بنسبة كبيرة جدا إن المنتخب الأرجنتيني قادر إن هو يصل للنهاي ولكن النهاي ليس له أي حسابات خاصة لو المنتخب الفرنسي قدر إن هو يتأهل على حساب المنتخب المغربي وبكل تأكيد إحنا ما نتمنى ذلك يعني وبكل تأكيد عشرين اتنين وعشرين بدأت هواها شرقيا وربما ينتهي بهوا شرقي برضو صحيح محناش عارفين لا كل المعايير مش مفهومة بالفعل مش هندخل السياسة في الرياضة ولكن ولكن هو زي ما بيقوله مود صح يعني فهم اتنين وعشرين بدأ بمود شرقي فمنعرفش هل المود الشرقي ده هينتهي في ديسمبر هي نصحة عظيمة جدا بكل ما فيها زي ما بدأ فيه صحيح صحيح نشكرك شكرا جزيلا ناقد الرياضي إسلام محمد شكرا جزيلا على وجودك معي أنا اللي بشكر حضرتك وبشكرك وفخور إن أنا كنت موجود معكم النهاردة وصباح المنجال وصباح الخير يا مصر شكرا جزيلا يا إسلام شكرا جزيلا